اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البداية عندنا كتاب الارشادات والتعليمات انصحكم ان تقرونها وعندنا هذا الكرت المكتوب عليه شكرا على شراء هذا المنتج وعندنا هذه المسكة المعدنية اللي تقدر تثبتها بالاضاءة وتوجهها بالطريقة وبالزاوية اللي انت تبيها بصراحة مسكة جدا ممتازة وعندنا هذا الشاحن الجداري عشان تشحن الاضاءة طبعا مثل ما انت شايفين عندنا الشاحن في الفالو تي برو وين توينتي اكبر لانه 4.5 امبير اما الشاحن في الفالو تي برو سيكستي يكون اصغر شوي لانه تقريبا 2.5 امبير وهذه هي اضاءة الفالو تي برو سيكستي اول ما تمسك المنتج رح تحس بجودة تصنيع الممتازة اللي قدمتها نيكزلي في هذا المنتج في الجهة الخلفية عندنا شعار نيكزلي عندنا الفالو تي برو سيكستي عندنا شاشة صغيرة تبيل لك دادات الانت بيها سواء كان شدة الاضاءة انماط الاضاءة الوان الاضاءة وايضا في مجموعة من الاشكال الجميلة اللي توفرها هذه الاضاءة ايضا عندنا زر التشغيل والاطفاء عندنا زر اللي هو التنقل بين الانماط وعندنا هذه العجلة اللي تقدر من خلالها تزيد الاضاءة تقلل الاضاءة وايضا في ازرار بالعجلة نفسها تقدر تختار وتتنقل بين القائمة اللي راح تلاقيها او راح تشوفها بهذه الشاشة وبما ان هذه الاضاءة احترافية عندنا منافذ الدي ام اكس اللي هي سين كنترول إذا كان عندك أجهزة تدعم هذه المنافذ وعندنا منفذ DC 18 فولت عشان تقدر تشحم في هذه الإضاءة ومن مميزات هذه الإضاءة أن البطارية الداخلية قابلة للإزالة تقدر تشيلها لا قد الله خربت ولا صار فيها شيء تقدر تشيلها وتبدلها ببطارية جديدة وننتقل لمميزات إضاءة الفالو تي برو السكس تي والون تونتي عندنا سي ار اي اللي هي جودة الإضاءة 98% وهذا شيء جدا ممتاز ورح يضمن لك إضاءة جدا ممتازة وألوان جدا ممتازة في التصوير عندنا البطارية تدوم معاك لغاية 12 ساعة عندنا الـ Color Temperature Range أو حرارة الإضاءة من 3200 كيلفن إلى 6200 كيلفن بصراحة شيء جدا ممتاز أيضا تقدر تنزل الـ Application على تليفونك وتتحكم بالإضاءة بصورة لاسلكية ومن ناحية الـ Output أو شدة الإضاءة عندنا 40 واط وعندنا في الجهة الخلفية مغناطيس أي نعم مغناطيس تقدر تثبت هذه الإضاءة على أي سطح معدني وأخيرا عندنا 15 تأثير الإضاءة تقدر تستخدمهم في التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو الإضاءة متوفرة عند عالم AAB World بصراحة إضاءة جدا جميلة وراح تطلع لكم إبداعاتكم في التصوير